بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم أن تعلم الغيوب وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله عز وجل أن يبارك في ساعات يومكم هذا وأن يقضي حاجاتكم وأن يحقق رجاءكم وأن يبلغكم المقصود يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أخواني الكرام ما هو الهدف من أن الله سبحانه وتعالى خلقنا علاش خلقنا ربي جل وعلا نجد فقوة الكريم جواب عن هذا التساؤل فيقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون أعجبني أحد المفسرين قال نحن عندما نعبد نحن عندما نعبد ونصلي ونصوم ونزكي يعني ماذا زدنا في ملك الله أو بماذا ينتفع الله فالله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى أحد لا يفتقر إلى أحد نحن الفقراء الله تبارك وتعالى إذن الفائدة من العبادة تعود إلينا نحن علينا نحن تعود علينا هذه العبادة التي نؤدها الفائدة انتحة تعود إلينا ولذلك قال هذا المفسر قال الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال معنها إلا ليسعدوا لأن بعبادتهم ينالون السعادة في الدارين ويجيب الآية الكريمة لما قرر ربنا جل وعلا بنزول آدم وحواء عليهم السلام وإبليس إلى الأرض قال فمن اتبع هداي فلا يظل ولا يشقى فمن اتبع هداي يعني هود الله سبحانه وتعالى امتثال الأوامر واشتنا بالنواهي فلا يظل ولا يشقى مكان الشقاء معنى هكين السعادة ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعماء فالعبادة هي سر السعادة يا إخواني الكرام عندما تمتثل لأوامر الله سبحانه يرتاح القلب ويرتاح الضمير وتكون سعيد ولا يؤثر فيك شيء كل ما يحدث حوالك في الدنيا كل ما يره الناس ربما أمراض وأسقام وابتلاءات ومحن ويشوفوا بأنك تتألم أنت سعيد لأن عندك الرضا عندك الإيمان أنت مقبل على الله تبارك وتعالى أنت عيش القرآن والقرآن القرآن وكأنه نزل من أجل السعادة طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى من أراد السعادة عليه بالقرآن من أراد السعادة عليه بما جاء في القرآن الكريم ولذلك عندما تمتثل الأوامر وتشتنب النواهي وتكثر من الذكر ومن تلاوة القرآن الكريم شوفوا الشيء قرر ربي سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكرنا منثى وهو موم فلا نحيينه حياة طيبة يحيا حياة طيبة حياة سعيدة ولذلك سبحان الله تجد ناس أعطاهم الله سبحانه وتعالى المال وأعطاهم وسائل السعادة موجودة متوفرة ولكن مهمش عايشين السعادة بينما تجد آخر فقير الحال مسكين لا يملك شيئا إلا أن السعادة تملأ قلبه الفارق أن هذا يعني عايش مع الله سبحانه وتعالى والآخر بعيد عن الله سبحانه وهناك من أعطاه الله الدنيا والآخرة هناك من آته الله المال ولكن جعل المال في يده وهكذا كان يقول النبي اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا فيعيش سعادة الدارين ولا يحمل هم شيء العبادة هي سر السعادة التزموا بأوامر الله اجتنبوا نواهيه تسعده في الدنيا والآخرة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين شكرا